من جهة أشاد السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بدعم جلالة الملك المعظم اللامحدود لاجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي مما كان لها الأثر الكبير في نجاحها والخروج بتوصيات تصب في صالح البشرية جمعة لقد تمكننا أن نلتقي جميعا هنا في المنامة بفضل الدعم الذي حظين به من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حيث استطعنا مناقشة أبرز المواضيع المهمة المنامة حاليا تشكل عاصمة البرلمانات في العالم الهدف من هذه الفعلية هو تعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على الحوار والتعاون لتعزيز السلام والأمن في العالم لقد أتاحت لنا مملكة البحرين الفرصة لطرح المواضيع المهمة ومناقشتها مع الوفود العالمية للوصول إلى اتفاقات متبادلة